وعشان كده في حاجة مهمة جداً لابد نقف معاها في قضية الإسراء والإسراء بالتحديد وهي الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مع أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يعرج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مباشرة إلى صدرة المنتهى لكن فكرة اختيار المسجد الأقصى ومع الأحداث اللي احنا بنشوفها في الأيام دي وبعد مرور مش هقول أكتر من مئة يوم لا أكتر من خمسة وسبعين سنة وخلنا في فلسطين محتلين بموجب القوانين الدولية وعلى مرأة ومسمع من العالم كله أني دايماً بقول إحنا مش عايزين حرب دينية لكن عدونا مصمم يخليها بهذا الوصف حرب دينية ويحتل المسجد الأقصى اللي هو ملك المسلمين اللي هو ملك للكل وهو ملك للمسلمين ويصمم على احتلال المسجد الأقصى لأن المسلم بيفتح كل أبواب الرحمة وأبواب العبادة لكل الناس لكن إيه اللي يحصل هو مصر على أنه هو يحولها إلى حرب دينية لما حول العاصمة إلى القدس كنا عارفين أنه هو قصد حاجة معينة قصد أنه هو يلم شذاذ الناس حواليه عشان تبقى الحرب حرب دينية وفي أماكن كتيرة جدا 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 هو مصر أنه هو يحولها إلى حرب دينية كل دا لما نعيش ذكر الإسراء والمعراج بربطنا أكتر بمصر الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بثلث الحرمين بثلث الحرمين وأولى القبلتين اللي في الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه زي ما قال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا لازم نقول لأولادنا نربط المسلس ده خليك عايز تبقى صديق صدق مولاك بأنه سبحانه وتعالى حفيظ ولن يضيعنا لن يضيعنا أبدا فعلموا أولادكم أنهم في حفظ الله وأن مقدساتنا في حفظ الله وأن إحنا هؤلاء الناس يقتصبون ما لا يملكون علموا أولادكم ده علموا أولادكم أن هؤلاء الناس لا يفعلون هذا لدين ولكن يفعلون هذا ويستخدمون الدين علموا أولادكم أنهم ما يستخدموش الدين ولا يتلعبوا به علموا أولادكم علموا أولادكم علموا أولادكم علموا أولادكم شكرا